اشتركوا في القناة من السائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع ومركباتهم المحملة بالبضائع والسلع عالقين في بوركينفاسو والنيجر والسنغال إضافة إلى مال غير المستقرة ودعت الحكومة والديبلوماسية المغربية إلى تدخل العاجل لتوفير الحماية الجسدية للسائقين المهنيين المحاصرين وتوفير المواد الغدائية اللازمة لهم وفي بلاغ لها أعلنت سفارة المملكة المغربية بواقا دوغو أنها تتابع عن كتب الوضع في بوركينفاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة وأوضحت السفارة في بلاغ لها أنها تطمئن على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينفاسو داعية المواطنين المغاربة المقيمين في بوركينفاسو إلى البقاء في منازلهم وتوخي الحذر وأحدثت الصفارة خلية تتبع وتضع رقم الطوارئ التالي رهن الإشارة عند الضرورة